السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل إفرازات بعد التبويض من علامات الحمل أم لا خلال فترة التبويض تزداد الإفرازات المهبلية وتكون مائية ورطبة أما بعد التبويض فقد تلاحظ الحامل نزول بعض الإفرازات منها ما هو طبيعي ومنها ما هو يدل على حدوث الحمل في حال كانت الإفرازات المهبلية بيضاء اللون وزات رائحة خفيفة وغير كسيفة فهي دليل على حدوث الحمل إن شاء الله أما إذا كانت الإفرازات المهبلية بيضاء اللون بلون شفاف أو حليبي وغير مصحوبة برائحة فهذه الإفرازات الطبيعية وعادة ما تكون وظيفة جسدية صحية يقوم بها الجسم في ترتيب وتنظيف وحماية المهبل من الالتهابات وفي حال كانت خضراء أو حمراء اللون وزات رائحة قوية ومصاحبة بالحكة أو الحمرار فعندها قد تكون المرأة مصابة بالعدوى الفطرية وهي واحدة من أكثر الأمراض المهبلية شيوعا أثناء فترة الحمل وإليكم بعض أعراض الحمل الأولية واحد غياب الدورة الشهرية في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيدنا للمعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكممنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ